ظاهرة الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام والغرض من الحديث حول هذه الظاهرة وهو دفع بعض الشبهات والإثارات التي تثار من هنا وهناك حول قضية الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين عليهم السلام هذه الإثارة تقول أن الإمساك بأضرحة المعصومين وتقبيل ضريح المعصوم ليست حال عبادية وإذا هي ليست حال عبادية يعني لا يثاب عليها الإنسان يعني النتيجة لا فائدة من ذلك ثم أنه ما الفائدة المرجوة من تقبيل ومسك ضريح هو من الحديد هذه أيها الأحبة الإثارة أحببنا أن ندفعها هذه الليلة بحسب ما يتسع به المقام والكلام يكون في محاور ثلاث نستعرضها تباعا المحور الأول في بيان أن الإمساك وتقبيل ضريح المعصوم هل هو حالة عبادية أو لا يعني الآن أنا مثلاً لما أتشرف بزيارة المولى الحسين أو لما أتشرف بزيارة قبر أمير المؤمنين أو أتشرف بزيارة قبر الإمام الرضا عليه السلام وأمسك ذلك الضريح وأقبل ذلك الضريح هل يعتبر ذلك التقبيل وذلك الإمساك يعد حالة عبادية لما نقول حالة عبادية يعني يثاب عليها الإنسان أو لا يثاب عليها قد يأتي بعض المشتبهين يقول أن الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين ليست حالة عبادية يعني ليست مثل ما يجي واحد الآن في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ويقبل يد النبي أو أنه يقبل يد الإمام الحج أرواحنا له الفداء لا هي ليست حالة عبادية ثم أن هذا هو عبارة عن قطع من الحديث ما الفائد المرجو من ذلك الجواب أيها الأحبة نقول أن تقبيل وإمساك أضرحة المعصومين عليهم السلام هو يعد حالة عبادية يثاب عليها الإنسان والدليل على ذلك من خلال الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام وهنا قبل أن أأتي بالدليل لا بد أن ألفت عنايتك إلى مقدمة مهمة جداً في المقام التفت لي جيداً إخواني لما تجينا رواية عن المعصوم والمعصوم يأمر بفعل من الأفعال السؤال هل أن أمر المعصوم في الرواية يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الأمر المباح؟ خذها قاعدة المعصوم لما يجي ويطلب فعل من الأفعال من المكلف أو يأمر المكلف بفعل من الأفعال المعصوم لا يأمر بالأشياء المباحة أبداً شنو الفائدة لما يجي مثلاً المعصوم يقول لك اشرب الماء شنو الفائدة المرجوة من ذلك شرب الماء من المباحات وهذا ليش يجي لمام يقول اشرب الماء مثلاً ما إلى فائدة ما إلى مزية سالبة بانتفاء الموضوع لكن المعصوم عندما يأمر بفعل من الأفعال في الرواية إما هذا الفعل الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب المؤكد هذه مقدم ومهمة جداً لابد أن تلتفت لها طيب هل أن المعصومين عليهم السلام أمر الناس أنهم يمسكوا بأضرحتهم عليهم السلام أو لا تعال خلنا نشوف جابر الجعفي وهو من خلص أصحاب أهل البيت جابر الجعفي من خلص أصحاب أهل البيت عليهم السلام يقول دخلت على الإمام الصادق قلت ليبن رسول الله أريد أن أتوجه إلى زيارة الحسين في كربلا فعلمني كيف أزور الحسين عليه السلام علمني ما هي الزيارة كيفية الزيارة شلون أزور الحسين شوف الإمام شرد عليه في مقام الجواب قال يا جابر ثم تسعى إلى قبر عند قبر الحسين عليه السلام واعلم أن لك بكل قدم ترفعها وتضعها ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله عز وجل حتى تعرف هناك الغاية لما قال جابر لعطية العوفي امشي على هونك ترى احنا نمشي على أجنحة الملائكة هذه خطواتنا معدودة هذه خطواتنا محسوب عليها أجر ثواب اقول يا جابر اعلم أن لك بكل قدم تضعها وترفعها كثواب المتشحط بدمه في سبيل الله عز وجل ثم تمشي التفت للرواية ثم تمشي إلى القبر الشريف وتلمس القبر بيدك يا جابر شوف الإمام هنا عرف جابر كيف يزور الحسين وأمره بفعل ماذا أن يلمس ذلك القبر الشريف بيده وفعل المعصوم وأمر المعصوم هو حجة والمعصوم لا يأمر بالشيء إلا هو واجب أو مستحب مؤكد إذن الإمساك خلاصة المطلب الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين هو يعد حال عبادية يثاب عليها الإنسان ولو لم يكن ذلك لما أمر المعصوم عليه السلام جابر أن يلمس قبر الحسين بيده انجي الآن إلى النقطة الثانية حتى لا يأخذنا الوقت وهي في بيان الغرض من الإمساك بأضرحة المعصومين عليهم السلام أنت الآن تتوجه إلى زيارة الحسين رزقنا الله وإياكم الوصول والحصول وهنيئاً لمن هم الآن تحت قبة سيد الشهداء أنت الآن لما تدخل عند الحسين أو تدخل عند ثامن الأئمة أو عند أمير المؤمنين ترى الزائر يكتظ عند الضريح المقدس ويريد أنه ولو لرشفة واحدة أو للحظة واحدة أن يصل إلى ذلك الضريح المقدس ولذلك تشوف بعض من يزور الأئمة عليهم السلام إذا ما وفق أنه يلمس الضريح المقدس وقاصد رايح هناك إلى كربلة لكن سبحان الله ما وفق لإمساك هذا الضريح وتقبيل هذا الضريح الصير عند حسرة في قلبه صحيح أو لا؟ السؤال ما هو الغرض من فعل هذا؟ شنو الغرض من وراء ذلك؟ طبعاً هناك عدة أغراض من هذه الأغراض إظهار حالة التأدب عند المعصومين عليهم السلام شنو معنات إظهار حالة التأدب؟ خل أضرب لك مثال يعني الآن أنت جنابك تمر على الحسينية هذه من الخارج تمر ويقال لك إن داخل الحسينية الإمام الحج جالس عليه السلام شنو الحالة اللي تناسب ذلك المقام؟ شنو الحالة؟ جاوبني الحالة اللي تناسب ذلك المقام إنك تدخل من على الباب من بعيد تسلم السلام عليك يا مولاي وتمشي هي هذا حالة التأدب بين يدي المعصوم؟ أو لا؟ تدخل بأدب واحترام وتقدير وتجثو على ركبتيك وتنحني أمام الإمام عليه السلام وتقبل وتلثم تلك اليد المباركة شوف الفرق بين هذا الفعل وبين ذاك الفعل أيه أفضل؟ لا شك ولا ريب أنه هذا هو أظهر حالة التأدب بين يدي المعصوم وليس من الأدب أنك تقف عند الباب وتسلم من بعيد وتمشي لا الحالة الأدبية اللي تناسب المقام أنك تقصد الإمام إلى جانبه وتجثو على ركبتيه وتمسك تلك اليد المباركة وتقبل وتلثم تلك اليد المباركة للإمام عليه السلام إذن الغرض من الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين هو إظهار حالة التأدب بين يدي المعصوم هذا واحد اثنين أنت لماذا تقبل الحجر الأسعد؟ أوليس هو حجر؟ حال حال الأحجار الأخرى ما هو إلا حجر؟ ليش تقبله؟ لماذا تقبل الكعب المشرفة؟ أوليست الكعب هي أحجار مصفوفة؟ لماذا تقبل القرآن الكريم؟ أوليس القرآن هو من جلد وأوراق؟ ليش؟ لما يسأل الإنسان لماذا تقبل الحجر الأسعد أو الأسود؟ ولماذا تقبل الكعب المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما؟ رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام لما تسأل لماذا تقبل القرآن الكريم؟ وهو عبارة عن أوراق مجموعة أو جلد ليش؟ كل ذلك تعظيما لهذا الأمر أنت تعظم الحجر الأسعد فتقبل أنت تعظم البيت الحرام لذلك تقبل الكعب المشرفة أنت تعظم القرآن الكريم ولذلك تمسك القرآن وتقبل إذن الغرض من ذلك تعظيم هذا الشيء والله سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيم أهل البيت عليهم السلام ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ثلاثة حالة فطرية طبيعية عند الإنسان شلون يعني حالة فطرية طبيعية عند الإنسان؟ يعني الآن لما أكو إنسان في المجتمع يحب إنسان يحب شخص آخر يحب ويعشق هذا الإنسان ويود هذا الإنسان بينه وبينه مثل ما أشرنا في مجالس محرام بينه وبين هذا الإنسان علق وجودية وصل إلى درجة الحب بل وصل إلى درجة الهيام إذا لقيه يقربه إلى جانبه يسافر معه إذا رآه قبله ما بين عينيه أخذه بالأحضان وهذه حالة فطرية طبيعية عند الإنسان يريد من كل هالعمل اللي يسويه يريد إظهار شنو؟ إظهار هالحالة الوجدانية إظهار تلك الحالة الوجدانية اللي في قلبه تجاه هذا الإنسان لذلك أنا حبي لأهل البيت عليهم السلام يدعوني أن أمسك ذلك الشباك الطاهر وأن أقبل تلك الأعتاب الطاهرة أبين إليه أني أحب أهل البيت عليهم السلام وهذه حالة فطرية طبيعية عند البشر أربعة اكتساب القداسة من المعصوم السؤال هنا هل أن القداسة تسري من المعصوم إلى الشيء اللي يلامس المعصوم أو لا؟ لا شك ولا ريب أن كل شيء يلمسه المعصوم تسري القداسة له والدليل على ذلك والدليل خل أعطيك دليل حي شلون الشفاء في تربة الحسين جاوبني مو هذا تراب حالة حال الأتربة الأخرى شل يميز يعني يميز لأنه لامس جسد المعصوم لامسه دم المعصوم تلك التربة وقف عليها المعصوم فاكتسبت القداسة شوفوا هذا في القرآن بعد موجود ليش تروح بعيد فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى زين هذا وادي حال الأودية الأخرى القرآن الكريم عبر عننا بأنه وادي ماذا وادي مقدس ليش مقدس لأنه سريت له القداسة لأنه وقف عليه نبي من الأنبياء لأنه لامسه جسد المعصوم لذلك اكتسب القداسة إذن أنا لما أجي إلى قبر المعصوم وألتصق بقبر المعصوم وأقبل تلك الأعتاب الطاهرة أريد اكتسب قداسة من المعصوم إذن هذه أغراض أربعة كلها تترتب على قضية ومبدأ الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين عليهم السلام إنجي الآن إلى المحور الثالث والأخير في بيان الآثار المترتبة والمترشحة من خلال الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين عليهم السلام شنو الآثار اللي أنا أراها؟ ما هي الآثار المترتبة والتي ألتمسها أنا عندما أعتني لذلك الضريح المقدس؟ ما هي الآثار المترتبة التي أحصل عليها إذا ألتمت ذلك الضريحة أو تلك الأعتاب المقدسة؟ أنا أذكر لك أثرين فقط الأثر الأول ترشح الخير والبركة من المعصوم أيها الأحبة أهل البيت عليهم السلام كلهم خير بركة على الخلق ولولا أهل البيت عليهم السلام لما أكل الناس وشاربوه ولكن كل هذا ببركة من؟ ببركة علة الوجود وهم سادة الخلق محمد وآل محمد الله مصلي على محمد وآل محمد فأهل البيت كلهم خير وبركة السؤال هل أن هذه الهن هذا الخير والبركة من أهل البيت ينقطع بموتهم؟ السيد السبزواري عليه الرحمة وهو من كبار علماء الطائفة الشيعية ومن العرفاء وأهل العرفان يقول الخير والبركة من المعصوم تزداد بعد استشهاده يقول بعد ما يستشهد ويموت ويدفن يقول الخير والبركة عند موت المعصوم تزداد أكثر من حياتك وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وهذه أنت الآن بالوجدان تراها ما يحتاج بعد أوصل أوصل إلى الدليل آخر بالوجدان شوف كم من شخص أصيب بعلة في بدنه وفي جسده عجز أطباء العالم بأسره عن علاجه طباء الكرة الأرضية كلهم يعجزون يقف الطب حائرا عاجزا عن علاجه يقفون أمامه أنت ما إلك علاج تبقى هكذا إلى أن تموت لكن بمجرد أن يضع رجله في حرم المعصوم بمجرد أن يأكل من تراب قبر الحسين عليه السلام بالشروط التي ذكرها الفقهاء شوف الخير المترشح له في تلك اللحظة وهذا بالوجدان فإذا أهل البيت عليهم السلام كلهم خير وأنا أريد أن ألتمس هذا الخير وهذه البركة من خلال زيارتي وإمساكي وتقبيلي بضريح المعصوم شوف قلت لك كم من أناس عجز الأطباء عن علاجهم أمراض خطيرة مستعصية عجز الطب عن علاجها بمجرد أن يلتجي بعد ما يحتاج روح إلى كربلا بعضهم يتعالج بمنبر الحسين وهذه قضايا حية موجودة وما يحتاج أفصل لك أكثر من ذلك هذه قضايا حية موجودة أناس عشنا معهم عجز الطب عن علاجهم لكن بمجرد أن يلتج إلى الحسين جعل الله الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته إذن خير أهل البيت لا ينقطع حتى بموته هذا أثر الأثر الثاني المترشح من زيارة المعصوم والإمساك بضريح المعصوم وتقبيل غريح المعصوم هو ماذا؟ هو القرب المعنوي من المعصومين عليهم السلام